اعبرت وزارة الخارجية الروسية عن املها بان تساعد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الى دمشق ولقاءه نظيره السوري بشار الاسد في عودة سوريا الشاملة الى جامعة الدول العربية وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية من جانبنا نرحب باول زيارة لرئيس دولة عربية الى سوريا منذ تجميد العضوية السورية في جامعة الدول العربية في نوفمبر عام احد عشر والفين ونعبر عن املنا بان تساعد نتائجها في الاستئناف الكامل للعلاقات بين الدول العربية وسوريا والاستئناف السريع لمشاركتها الشاملة في جامعة الدول العربية وانوه البيان الى ان عودة سوريا السريعة الى الاسرة العربية ستساعد بشكل كبير في عملية التسوية السورية وفق المبادئ الاصلية للقانون الدولي واحكام ميثاق الامم المتحدة اقر والي الخرطوم الفريق اول شرطة هاشم عثمان الحسين بحجم معاناة المواطنين مع ازمة الخبز وقال انه يشعر بحجم المعاناة لدى المواطن وعقد الوالي اتماعا مع اتحاد المخابز بالولاية لبحث توزيع دقيق الخبز ومستوى الامداد وناقش الاجتماع انجع الحلول التي من شأنها ان تضع حدا نهائيا لقضية الخبز بالولاية واستمع الوالي لمشكلات التي تواجه المخابز حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين اعلنت وزارة التربية والتعليم تضمين التغذية المدرسية في موازنة العام تسعة عشر والفين واكشف وزير الدولة بالتربية والتعليم ابراهيم ادم ابراهيم لدى لقائه وفد برنامج الغذاء العالمي عن خطة لوضع استراتيجية وطنية للتغذية المدرسية بناء على مسح شامل للمدارس واعلن عن تكوين لجنة وطنية للتغذية المدرسية برأسة الوزارة ووضع خارطة طريق لتأطير العلاقة بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي وعدد من الشركاء وصولا لاتفاقية واضحة للتغذية المدرسية وتعهد الوزير بادخال التغذية المدرسية ضمن الاطر السياسية والاستراتيجية للدولة دفعت وزيرة الدولة بالضمان والتنمية الاجتماعية وعضو البرلمان عن الحزب للتحدي الديمقراطي منا فاروق سليمان باستقالة مكتوبة من عضوية المجلس الوطني لتوليها منصبا وزاريا في حكومة رئيس الوزراء معتز موسى وقالت فاروق في استقالتها التي قدمتها لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر وتلاها في جلسة اليوم إن البرلمان أقدس من أن يجمع معه أي عمل آخر قائلة إنها تريد إفساح المجال لعضو آخر في المجلس الوطني من القائمة النسبية للمرأة المدعة لدى المفوضية القومية للانتخابات وذكر رئيس البرلمان أنه وفقا للائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني تسقط العضوية بقرار يتخذه البرلمان ووجه عمر بتحويل طلب الاستقالة للجنة قيادة المجلس على أن تقرر إحالتها لإحدى اللجان للنظر فيها